لا تتعالوا الناس واحد وثلاثون عاماً مرت على يوم استيقظ فيه المقدسيون على أصوات الرصاص والقنابل الإسرائيلية ومكبرات الصوت من المساجد داعية لحماية المسجد الأقصى على دماء السباة واحد وعشون فلسطينياً استشدوا حينها خلال محاولتهم للتصدي لما يسمى بجماعة الهيكل التي اقتحمت الحرم القدسي بحماية الجيش الإسرائيلي مصطفى أصيب بثلاث منها وما زال يعاني مما خلفته في جسده يعيد ذكريات الحدث بدموع القهر كانت دماء الشهداء والجرحة منهم أنا أنا كنت عادت هنا إذا انتظرت ساعات طويلة وأنا بستنى حدا ينقذني حدا يسعفني كنت بس إيش كان الناس يقولوا لي اتشاهد كنت بس أنتقل الشهاداتين مجزرة لاقت استنكاراً دولياً واسعاً وأعلن المراقبون حينها أن القوات الإسرائيلية انتهكت المحرمات الدولية وتجاوزت بمجزرتها الخطوط الحمراء إلا أنها لم تحاسب عليها حتى يومنا هذا يستذكر المقدسيون يوم قتلت إسرائيل المصلين الفلسطينيين وتركت العشرات منهم ينزفون في هذه الساحات لساعات لمجرد تصديهم لمخططة بناء الهيكل المزعوم يوم ما زال راسخاً في عقولهم تزامناً للاقتحامات التي تقوم بها جمعيات استطانية بصورة ممنهجة أثار الرصاص ما زالت على جدران قبة الصخرة شاهدة على ما فعلته إسرائيل هنا والمخططات الإسرائيلية واضحة في ارتفاع عدد المقتحيمين من المتطرفين الإسرائيليين المسجد الأقصى الآن مستباح من قبل المتطرفين فهذه المتطرفون سائرون لتغيير الوضع في واقع المسجد الأقصى المبارك ولكن نقول نحن مرابطون على تراب المسجد الأقصى وسيبقى المسجد الأقصى إسلامي اللي يبقى المسجد الأقصى بكل مساحته هو حق خالص للمسلمين لا يقبل القسمة ولا يقبل الشراكة وتجدد جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية خاصة فيما تطالب قوات الاحتلال بتجديد قبضتها وتصدي للمقدسيين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس واقع يصفه الفلسطينيون بمجزرة الأقصى المستمرة فمشتوى التئارة عربي من بحات المسجد الأقصى القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر